تنطلق مساء اليوم الأحد مباريات دور الستة عشر بكأس الأهم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون بعدما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة من مرحلة المجموعات والتي شهدت العديد من المفاجآت أبرزها خروج المنتخب الجزائري حامل اللقب وكذلك منتخب غانا أحد المنتخبات التاريخية في الكرة الإفريقية ويشهد دور الستة عشر العديد من المباريات القوية حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع كودفوار في لقاء بمثابة نهائي مبكر للبطولة بعدما سبق للفراعن والأفيال اللعب في نهاء 2006 وهو اللقاء الذي ابتسمت نتيجته لصالح المنتخب المصري ومثلت المحطة الأولى في طريقه نحو حصد ثلاثية تاريخية في الوقت الذي يلعب فيه المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري في مباراة ستكون صعبة على نسول قرتاج الذي لم يحقق لاعبه سوى فوز وحيد في مرحلة المجموعات منحهم بطاقة التأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث فيما ينتظر المنتخب المغربي ثالث المنتخبات العربية المتواجدة في دور الستة عشر مواجهة سهلة نسبيا حيث يلتقي مع منتخب ملاوي وتجمع باقي مباريات دور الستة عشر بين كل من بوركينا فاسو والجابون وغينيا وجامبيا والكاميرون صاحبة الأرض والتنظيم مع جزر القمر السنغال والرأس الأخضر وماني وغينيا الاستوائية مفاجآت بالجملة شهدتها مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بعد توديع منتخبات عريقة وصعود منتخبات لم تكن متواجدة على القريطة الكروية حتى زمن قريب فهل تتواصل المفاجآت في مرحلة دور الستة عشر أم يفرض كبار القارة كلمتهم وهيمنتهم؟ بحقكم مرة أخرى شرفني منورني في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الأسبق ومدرب عام فريق بيترو جيت كابتن أحمد مشرف ومنور صباح الفلة عليك صباح الفلة كريم طبعا مبسوط لنا معاكم ببارك لك على البرنامج وإن شاء الله يكون مزيد من نجاح والتفاوح حلوة تجربة بيترو جيت؟ أكيد طبعا الحمد لله يبقى لنا فترة معاكم بيترو جيت السنة اللي فاتت خدنا المسلم كان هما في الجدول مش بيترو جيت كان التالت من تحت يعني فالحمد لله وصلنا في نشنا الدور الخامس كنا من نفس على الصعود بس فيه مطشين كده كانوا أقل شوية السنة دي الحمد لله احنا رابع فرق أربع نقاط عن المركز الأول اللي هو بتصدره الداخلية وزد وعندنا دجلة التالت بفرق النقطة عننا فعندنا المقابلة اللي جاية طبعا داخلية ماتش يبقى صعبة جدا فتجربة مميزة يعني الحمد لله تاني حاجة اللي واحد بياخد خبرات كبيرة جدا كريم من الكابترابيع سيني على المستوى الشخصي والمستوى الأخلاقي بس الشغل معها متعب أكيد طبعا كابترابيع جدا ملتزم جدا بس انت خلي بالك الشغل مع كابترابيع بسنين من قدام يعني كابترابيع البطولات كلها على المستوى المنتخبات اللي هو الناشئين والتربية المنتخبات اللي كانت بتشغل فيها بتديك وقت كبير جدا بتقدر تستوعب بشكل مماس بتقدر تخش التجربة وانت مبسوط التعب ده كله بتقدر لما تشوف نتيجة بتاعته بتشغل على الارض الواقع فيه مداربين كتيرة كريم بس مغير بصمات وبنشوفهم في الدور المصري الموجودين وبيتنقلهم من النادي واثنين وثلاثة بس مش مخلصين في العمل بتاعهم فابترابيع من الناس المخلصة اللي انت بتقعد معاه بتستمتع بالتجربة بتاعته في الفنيات في التعلم بيتكلم امتى يقدر يشد الفرق يقدر يخلي الدنيا يضحك يهزر فدي كلها شخصيات شخصيات المدارب اللي هو شخصيات الموضوعها هيبقى مختلف بالتأكيد طيب النهار ده وقعنا قدام السنغال فصفيات كاس العالم طبعا هو اي منتخب قدام هنلعب قدام وهيبقى كبير هنلعب خمسة كبار بس مواجهة مصر وسنغال في تصفيات كاس العالم دي شو ايه فهزاي لا هو اكيد خلي بالك كريم برضا كان حتى الفترة اللي فاتت في مصر ناس بتتكلم او احنا بنتكلم في فترة احلال وتجديد فده طبيعي جدا في المنتخب خلي بالك يعني فيه لعيبة بتبطل فيه لعيبة بتخش فيه لعيبة عمارة سنية بتكبر بتديش نفس الأداء بتاعك بتدولك فده موجود في العالم كله بس احنا بنتكلم في نقطة واحدة نقطة الانتقاء او الاختيارات او اللعيبة اللي موجودة في الاماكن بتاعتها ولا هو انا ممكن يلعب مع منتخب يعني منتخب مصر يلعب بس يلعب كويس ويخسر مفيش مشكلة ناس مزعلانة بس انت لما يكون منتخب ما بيقديش بشكل انت المطلوب او اللي عيبة موجودة في الامكانات بتاعيتها او في الاماكن اللي احنا متعودين عليها بنشوفها فانت معك جهاز فاني مصري لازم على اللي اشتشير واشوف اللي الدنيا ايه بالزات بالزات انت كمان انت بتريت اول لقاء اللعيبة كلها مثلا بتلاعب مصطف محمد هافرايت بتلاعب صلاح راس حربة ومحمد صلاح عنده اللي هي الحتة من تحت من فعش تسلم بضهره بتلاعب مثلا بتيجي تعمل تريزيجية لما بيأخد جاي من 6-7 شهور ارباط صليبي فلازم يقض على اجزاء فيها يعني فيها نكلم اللي هي الدفعات اللي هي مثلا من فرقة كسبانة فرقة مشى بأداء كويسة قدر تديله الصقة نزله ربع ساعة في عشرين فدي كلها عوامل فدي نقطة اللي هي اللي عمل اتفاجوة كبيرة بين الشعب مثلا والناس بتشجع كرة في مصر وكرش يعني من مكلم وبعد كده ترجع تاني مرة رجع يعني رجع بعد كده المطش الاخير المطشين الاخرين لدي اتحسن نوع عمال بس تماكن من اول كنت مكون ابدأ من شكل كبير بس اكيد هو ايه سأل الناس اللي معا بس عارف انا انا واقف عنده نقطة ايه انه رجل عمل غلطة عمل حاجة غريبة وراح حسنها او عدلها ما معنيتش يعني دايما يتقال بس انت خلي بالك لو احنا بنتكلم فنياتك كريم فيه اللي دي مش غلطة واحدة انت خلي بالك انا مثلا كنا بنلعب بطولة كاس العرب فكاس العرب طبيعي انت بيزهر لك الصف التاني او منتخب اللواء التاني زي ما الناس كلها مشاركة يعني بالجزائر والمغرب منتخب بيسمون محليين بيزهر لك اللعبة بتبقى مؤسرة بتقدر تتشغل بشكل كويس صح يعني انت مثلا انا جيت احمد رفعت قدى بشكل مميز جدا لازم يكون موجود اه شايفين اه مروان 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 حمدي لما بترى ياخد والناس كلها بترى اتضغط الاعلام عليه مروان ما تحطش في القائمة الاولنية تاخد فين في الاخر خالص صح فانا بتكلم لانت قناعتك ايه يعني مثلا انت خدت مثلا محمد شريف ماتش مخطوش بقى كاي خطو البطولة فهيه فيه رغاريتم شوية احنا شفهمين لو انا مثلا شايف كريم كويس هصر عليه انت فهم زي مثلا زي ما جاءنا بنتكلم مثلا كمان والجزي مصر على فلافيو قعد سنة ونص فلافيو ما بلعبش كور يعني ما بلعبها جاء بحرص هذا يعني بيلعب بس ما بيقدي بس راجل عنده قناع وعنده شخصية الراجل ده هيلعب فانا بتكلم هيدي تغييرات اللي بنتكلم اللي هو اللي هو هنسندك وندعمك في ايه تغييرات انت عايز تعملها بس انت نفسك تصمم عليها يعني ما تتغيي يعني ما تغاشي سيستم بتاعك اي مدير فني عنده شخصية وعنده الادوات اللي عنده اللي بتنفزله لو الادوات عندي وشتق اللي تنفزني ابتدأ اشتغل الخطة التانية البديلة بتاعت بس ما ينفعش اروح مبدل في يوم وليلة يعني وطاني حاجة في حاجات فنية بنشوفها مثلا تريسجيلي سبادري ممكن اجيبه بعد كاسل الامم او انا كنت ممكن اعمل كونتاكت مع النادي بتاعه اللي هو مش بشارك هناك هو تريسجيلي لاب مع ساكن تيم مطش كامل تحت و لاب مع ساكن فيل الاخر عشر دا كنت ممكن اخدوا الفترة دي كاسل العرب هم ويش محتاجينه اجهزوا الفترة دي هديله هينزل كاسل الامم هيبقى مختلف ماينفعش سبرينت يعني تريسجيلي من اسرع لعبة كانت موجودة في منتخب مصر واكتر واحد كان بنقول لك الهجم المرتد دا في اسرع وقت فماينفعش اروح واخده منزله حتى تريسجيلي القوة والسرعة بتاعته الوزن بتاعه ويش موجودة فانا لازم على الال اشوف مثلا رمضان صبح مخدتوش ليه كاسل العرب وعلى كده رح تريح واخده في كاسل الامم لا او مخدش لعبة برا منت كلاماش كان عندهم عشان مرتش افراقيا انا معاك انا معاك بس انت كان فيه برضك فيه كلام فيه حوار لا انا ممكن اخد دوت ممكن ماخدش دوت انت تاخد دوت لازم تشوف اللعبة ايه بالظبط بس انا ما اتكلم انت بتاخد بتعمل حاجة وضدها يعني فدي اختياراته بس هي طيب احنا بقينا في الواقع دلوقتي الواقع خلاص عايز اتكلمك على مواجهتين السنغال وبعد كد نتكلم كمان عن مواجهة كوديفار يوم الاربعة السنغال هوا المنافس اللي خوف يرعب يقلقنا قوياني ولا انت شايف ان المنافس لا نقدر نبقى ندي معاه ونبقى خمسين خمسين احنا عايز اقولك على الحاجة السنغال والمطفل تاعة كوديفار الاتنين مدرسة واحدة مدرسة عندهم العنصر المهاري والخطري والبدني قوي جدا صح انت بتتكلم في لعيبة نصها محترفة في أوروبا صح فبيطبقوا كمان المدرسة في فرنسا ونساعدة كلهم ما انا بقولك اللعيبة كلها بيترجمون مدرسة فرنسوية عشان بيتكلم اللغة الفرنسوية فبيعرفوا يطبقها بشكل مميز فانت بص على الهجمات المرتدة اللي بتعملها مثلا كوديفار المطش الاخير لما عملته قدام جزائر بص عملت زي يعني في أسرع وقت عندهم طرفين ملعب وقوة ملعب في نصف ملعب لعبة قوية جدا فلازم أنا لما منزلتش منت بشكل مميز هيبع عندنا مشاكل بالذات كمان انت عندك بتتكلم اللعيبة دي كلها متجمع بقالها كتير انت حتى شفت صراحات الجن بتاعهم ما بيتكلم من يميت ومن ثلاثة حتى المحد بيتكلموا بيقولوا انتوا بتعملوا حساب بي مثلا اي حد يقولك محمد صلاح نغيب لمر واحد في العالم ده لما يقولك احنا عاملين حساب لمنتخب مصر كله مش يعني فاهم انت يعني الاحترام قد ايه فأنا شايف اللي هي فرقة مويزة جدا منتخب قوي جدا لازم نشتغل معاه ما نزهقش بلغة الكورة نقدر نقفل على المفتاح اللي هي بتاعهم الموجودة لهم الأطراف الملعب ورأس الحربة بتاعهم راجب تاع نص ملعب انت عندهم راجب لو هجلت تتكلم عن الكوديفور انا بقى على السنغيل انا بتتكلم عن الكوديفور كوديفور كوديفور اول حاجة المطش اللي احنا نقبله اللي هي مقبلة عطيهم الاربع لو جلت تتكلم بعض الشقة التانية اللي هي مما السنغيل انا بقولك نفس المدرسة نفس الشكل بس بالعكس السنغيل شوية اخطر لهم عندهم واحد بصوا زي محمد صلاح عندهم سادي ومانيق فده قوي جدا وده انا بتتكلم مثلا صلاح اللي مثلا الخمسين في المائة او تمانين في المائة محمد صلاح من قوت منتخب مصر اللي هي موجودة في الكاريزمة موجودة في الشخصية جال الملعب الماركت بتاعك المكون حد من الناس كلها بتشوف صلاح معروف في العالم كله فدي كلها بتبقى حبة للمنتخب موجودة ما ليه في بعض الناس بتحاول تقول انت بتقول Tinder محمد صلاحありم في المائة من قوت منتخب مصر طبعا ليه الناس بتحاول تقلل من اللي بيعمله محمد صلاح على منتخب مصر ما بيعملش وانه ما بيقدمش اداء كويس مع منتخب مصر وانت بتقول لي انه 80% حلوة والسؤال ده انا رفع ليك اللي انت قلت عليه حبيب لا هو محمد صلاح معاليش هو في منتخب مصر بيلعب ايه؟ يعني بيلعب جناح ساعات بيلعبه جناحه وساعات بيحطه طبعا راس حربة اه لغلطة بتاعت مطش نجيل اه محمد صلاح من موايزاته اللي هو بيجي بوشه اسرع واحد موجود فما ينفعش انا اسلمه بضهره الضهره دي وش بتاعته خالص صح فدي ميزة من دين الموايزات انت محمد صلاح ما كان موجود مع كوبر كان بيعمل ايه؟ مختلف وكان هداف منتخب مصر بس احنا نتكلم هيا دي نقطة مساجل خمسة وعمل اتنين في سبع هداف جابيتهم مصر ايه؟ انت بتكلم في الضغط الموجود على محمد صلاح عشان الناس كلها عارف احسن العيب احسن العيب في العالم عايزان احنا بلغة كورة مصر اللي هو عايز يعمله ايه؟ هو الفرقة كلها لأ هو الموضوع اللي هو فيه ناس بيتشغلوا محمد صلاح مش لوحده صح فلازم الناس يشغلوا عشان يبتري يطلع ويشتغلوا من الشكل بتاعه طب شوف اليفربون مختلف عشان الناس بتروح عملة كده حطى المحمد صلاح في دار الناس صح فديه النقطة اللي بنتكلم فيها فما ينفعش الناس تتكلم على صلاح لا الصلاح حاجة تانية مختلفة طاني حاجة إحنا بقنا سنين في مصر ما جدناش شاجة زي محمد صلاح يعني ما جدناش حد عمل انجازات يعني في الانجازات دي والقوة دي والسرعة دي مصر اللي ما عندها كم سنة م 하게ناش حد بسرعة登録ات محمد صلاح فانا شايف لا الناس اللي تعلم على الصلاح لأ الناس دي مش بلغة الكورة مش عشتس صلاح برره بعمل إزاي انتكلم أي نحها التالي الا melh 60% محمد صلاح 80% بتخب مصر محمد صلاح ومشاركة التسوقية م other than heincter 或 كم private markets store و يحسبون منتخب مصر مهمد صلاح كم Ituacer كمvantبطة محمد صلاح كم odcلبة كام 300 g كاي مصطفى محمد كام فدي كلها ومعجودة محمد صلاح في القيمة التسوقية علي جدا هاد أن شألك المنتخب مصر لمدةобщеة 161 مليون ويورر طيب المهم اقلمك المتخب التاسوقية والفنية صلاح عندما يكون لديك قائد قائد او اسم كبير موجود زي ما انتشوفت حتى الناس بتوفي تصور معاك فدي كلها بتعمل لك بلغة الكرة بتعمل لك هبة في الملأ يعني الناس كلها بتوفي بس هقول لك حاجة من حتة تانية بصراحة انت لما تقول لي محمد صلاح 80% من قوة المنتخب يعني منتخب قوته 20% من باقي اللاعبين دي حاجة تقلق برضو ما تطمنش لا مش حاجة تقلق هو ده الواقع مثلا السنغال عندها ساديو ماني وكوليبالي وإدواردو ميندي وعندهم نجوم كتيرة لإدوار مينديا أفضل حارس في العالم حلو عندهم أسماء كتيرة في التشكيلة فآه ممكن يبقى ساديو ماني بقى 30% من قوة المنتخب انت قلت كم اسم لقتي في سنغال 3-4 حلو قوي احنا في مصر عندنا مين تاني فائغ غير محمد صلاح مين القوي جدا موجود محمد صلاح مفيش إلا مصطفى محمد شوية صح هو اللي بيشارك والباقي كل في الأندية مش موجود اللي عمر مرموش على فترات في تشوتجارت ولسه صغير فهم دول موجودين احنا بنتكلمك احنا قلت لك أول كلام اللي احنا فقدت ايه احنا له تجديد والراجل اللي بيطري يعمل جيل تاني مختلف فاحنا بنتكلم لا صلاح هو الموجود دقتي هو الأفوأ هو اللي موجود هو الأصلح الناحية التانية بنتكلم على مصطفى محمد شوية كان بيلعبوا شوية بيوعدوا شوية موجود فهي ده الواقع اللي هم نتكلم عليه السنغال اه سنغال مدرسة تانية لعبوا محترفة عقلية من منتالة بتاعها مختلف احنا بنتكلم كوديفور نفس الكلام ليه بقى عشان هو بيطلع منصور وهو في أوروبا فمتعود على الطاعة احنا مكوني بالعب في فرنسا مثلا كان معايا ناصرنا متاع كوديفور او السنغال راجل بيشاره نص بيتكلم بلغة البلد فانحنا بنقعد منصان عبار ما نتكلم فهم واخدين عايزين يتعلموا واخدين عالجابة أوروبا فعايزي يعمل نفسه بنفسه احنا عندنا مثلا مشكلة اللعب لما يبقى فينا موجوده مصر وما يروح مثلا يلعب بره في أوروبا لو ما كانش حد يصوره او ما حدش يواف يصور معاه وتكلم معاه ولو كلام منه يرجع يبقى زعلان انت فهم انت زعلان انا ايه ده هم بيعاملون ليه كده انا في مصر لما بنزل الشارع الشارع بيوقف ما هي تيبقى النقطة عشان كده بيقولك الافاركة متوعين وما عندهمش مشكل يعني العقلية بتاعت محمد صلاح هي خلت محمد صلاح كده ايوة يعني محمد صلاح العقلية بتاعته هي اللي خلته يشتغل بالشغل دوت هو اللي خلت طور نفسه بشكل كبير قبل التحده اي حد هيجي مثلا تشيلتي او هيروح لعب في تشيلتي وما وفقش هقولك يا عم انا خلاص الموضوع كره خلاص بالنسبة لي طيب نلعب ازاي قدام كودفار يوم الاربع التشكيل يعني او تشكيل كل حاجة لا هو بص لازم نكسف انت عارف كودفار فرقة قوية جدا في رصف ملعبع وعندها الخط الهجومي بمويز جدا صح وبيعمل يعني في ثانية يعني في ثانية بتلاقي عندهم سرعات البرجة لطعم قوي جدا عندهم لعيبة سرعة جدا على طرفين ملعب صح وعندهم راس حربة زم ما انت شايف انه في اي كرة بمشتركة بيخش فيها صحية فانا بتكلم اللي احنا نعمل لو هنعمل كسافة هنعمل كسافة عندهم روم نيكولاب يبيع في اليمين وعندهم ولفرد زهر على الشمال وعندهم طيارات ما احنا بقولك لازم نعمل ايه بالذات احنا كان عندك كريم عندك مشكلة كروش عنده سوق توفيق كبير جدا اللي انت عندك البكيين بطوعك الأسين واش موجودين صح لو كان اكرم توفيق او احمد احمد فاتوح ان شاء الله هالعبكو ديبار ان شاء الله يكون موجود هو نايزة لتدريبات جماعية النهار ماشي يعني ده طبعا متمناله السلام يعني موجود بس انت بتتكلم برضك انا بيقليني لما يكون حد لسه راجع صح راجع من الاصابة بالذات الموضوع اللي هي اللي كان عنده عضلة سمانة او الخلفية دي مشكلة دي دي عنده خديعة شوية ممكن بعد ربع ساعة تروح شدة تاني بالأجواء والرطوبة اللي هناك دي بتقع عنده اختلاف فانا شايف لو يبدأ ما ايمن قصة فما فيش مشكلة الفضوح ممكن ياخد جزء من الأجزاء عشان كمان ايمن عنده قوة في الدفاعية مويزة جدا صحيح فاتوح كل هجومية مميز بس الدفاع عنده شقة الدفاع عنده مش اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه صحيح لو تتكلم على التشكيل بتاعه لو هو يبطيلي التشكيل بتاعه انا شايف طبعا محمد شناوي من دين الناس اللي هي الحمد لله الفترة فات مستوى سابت افضل حارس في دور المجموعات دور المجموعات واستحقاها وخال بالك يعني اللي هو المحمد شناوي في فترات كتير من اللقاءات اللي هي بتاعت المتوشة اللي فاتت كان يبقى عندنا مشاكل كبيرة جدا كان يطلع بهداف نسبة هداف كبيرة جدا صحيح محمد شناوي الرباع اللي وراه يبقى مثلا هيبقى عندك حجازي وعندك محمد عبنهم هتشميل انا شايف ايمن اشرف يبقى اللقاء ناحية اليمين هيبقى عمر كمال عبدالواحد اللي هو شايفه من الناس اللي هي مميزة لفترة فهي ومستوى سابت بقالهم ولقائين بالضبط انا شايف في نص ملعب اللعبة كلها في نص ملعب انا راجل لو موجود هأمن في نص ملعب بشكل كبير هحط البر واحد حمد فتحي حمد فتحي هحطه على الجنب على اليمين هحط عمر السولاية في نص ملعب ثلاثة في نص ملعب هحط عمر السولاية وهتحط الناحية التانية هتقول الناس كلها تقول لك ليه مفيش وقت للتغيير ماينفعش تغير في الوقت اللي انت فيه دوت حتى لو حطيت مثلا زيزو يلعب مثلا تلعب الاثنين قدامهم واحد هيبقى مختلف برضه فلازم انه انه هيبتدي يشتغل برضك بنفس الموضوع هي النقطة كلها في ناحية الشمال اللي احنا بنكلم عليها لمين يلعب ناحية الشمال هو طبعا مصطف حمد رأس حربة ناحية المين هيلعب محمد صلاح طبعا ناحية الشمال ناحية الشمال انا شايف زيزو زيزو لازم ياخد اللقاء ده عشان زيزو عنده عنصر الهجومي ممكن يقف لك عالكرة شوية وعنده امكانيات ممكن يقف ويطلع ويهد الليعب شوية غير غير مرموش عشان مرموش الخبرات مرموش فردي جدا يعني هو لعبه ميز ومستقبل بس هو فردي والتاني حاجة النقطة التانية الشقة التانية اللي انت عندك ايمن اشرف دفاعي في حتة الدفاع دي ما بيزدش كتير طيب انا هكلمك على التفاصيل التشكيل ومن ادوار اللي عابين في الملعب ايه قدام كودفار بس نروح لفاصل ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير كابتن احمد ابو مسلم خليكم معا والله توقعات المبارات مصر وكودفار هي المبارات يبقى صعبة جدا على منتخب مصر بس تمنيتنا ان كالعادة منتخب مصر يبقى في المبارات الكبيرة والمواعيد الكبيرة يكون على قادر لحدث زمانبيولو لا احنا هنبقى متفاوكين عليهم اي نعم هم هم عملوا ماتش جامد جدا مع الجزائر بس هم بيعملوا الف حساب للفريق المنتخب المصري واحنا عزوزنا دائما كانوا تعلي عليهم في خلال الفترة اللي فاتت وكانوا هم دائما كمان وش ساعد علينا ان احنا بنفوز عليهم في خلال المبارات الفاتة والله ياه الماتش هيكون متوقف على حالة اللعيبة في اليوم ده يعني لو المنتخب بتاعنا في اللعيبة بتاعت خط النص فايق او مع محمد صلاح فايق في الهجوم ان شاء الله يعني الماتش هيكون كويس لنا يعني ما اعتقدش انه يبقى فيه مفجأات كتير حاجة كويسة الماتش الجاي وان شاء الله احنا اماننا كبير برضو في اللعيبة بتاعتنا وبس اهم حاجة يكون فيه تركيز وفيه مؤرزة في الكلمة في الملعب فيه روح مع بعض وفيه لعيبة يكون مؤرزة بتبصل بعضيها ومش يكون فيهش حد يتمع في الكورة لو فيه حد يتمع لماذا أجيب جن ولا الكلام ده كلهم يبقى لبقى لبقى وان شاء الله هنفوس وهنكسب وربنا يعطي بنا لبقى الآن الماتش هيبقى متكافئ وصعب جدا لان منتخب كودفوار منتخب كبير وقوي وشفناه طبعا الماتش الجزائر الماتش هيبقى متكافئ يعني 50-50 وانا بقول ان شاء الله لو عندنا منتخب كودفوار فرصتنا ان احنا ناخد البطولة عالية جدا لان انا وجهة نظر المنتخب كودفوار عنده أخوى سكوات موجود في البطولة ان شاء الله مصر تفوز على كودفوار 2-0 ان شاء الله للمستقى الفريق بتادي تحسن فضل نوالعب بالتشكيل اللي هو بها ديت عشان يبقى فيه تجانس منهم من بعض المتخب القفواري منتخب كوي جدا وطبعا من المرشحين بالفوز بالبطولة بس ان شاء الله احنا رجالتنا ادهوا قدود بإذن واحد يعني ونقدر نكسب بإذن الله ان شاء الله احنا متعودين ان احنا هنفوز على كودفوار دايما الروح اللي موجودة مع الفرقة بإذن الله في الموتوشة الصعبة ان شاء الله سيكون الفوز لمصر بإذن الله ان شاء الله واحد سفر محمد صلاح تمنى ان شاء الله الفوز المنتخب في مصر لكن المتشح هيبقى صعبة طبعا المنتخب القدفوار 과 البحلة وفي نفس اليأر طبعا احنا طبعا التكتكي يبقى كويس وان شاء الله نفوز والله والله يعني احنا بنأمل إن شاء الله بإذن الله الملتخب يعني يشرفنا ويعمل حاجة يعني كوتيف وارب يعني كوتيف وارب من الفرق القوية في البطولة السنة دي بس برضو يعني احنا كمصريين احنا متعودين ان الملتخب على طول بيفجئنا بحاجات كتير كويسة ان شاء الله يعني بحقكم مرة أخرى يا أسف شرفني ومنوارني النجم الكبير كابتان أحمد أبو مسلم قبل الفاصل كنا نتكلم على تشكيل المنتخب والوضع بالنسبة لمواجهة كوتيف وارب تشكيل بقى المنتخب قولي زي نلعب بقى بالتشكيلة دي يعني انت حاطيت تشكيلة محترمة جدا وعتقد التشكيلة دي الأقرب يعني وان كان اعتقد أبو الفتوح ممكن يبدأ المباراة اللي قادمة انت اخترت ايمن أشرف نلعب ازاي ما زي ما قلت يا كريم بالزبط هو لازم انت عندك مشكلة كبيرة جدا موجودة من أول البطولة في نص ملعب منتخب مصر من أول ما بدأنا البطولة خلي بالك عندنا مشكلة كبيرة جدا عندنا فراغ كبير قوي من نص ملعب والحطة الدوميناية اللي اعتفاها مصطفى محمد وفي بعض يعني خطوطي تلاية عندك كمان خط الظهر برضك مش قريب من يعني النص ملعب راجعك في وسط خط الظهر حمدي فتحي أو نني أو كل الليعب كله عرضي لتحت فما عندكش حد ما وصل محمد صلاح ومصطفى محمد لا مصطفى محمد لوحده على طول ولما الوقت بترى يتحسن نوع عمية ومصطفى محمد بترى يتعمل له كروسات راح راجل مطلعه شحيح فاحنا بنتكلم في النقطة اللي انت لازم تأمن نص معلاجك بشكل كبير جدا بتعمل كسافة فيها عشان تقدر تجاري القوة والسرعة تعالى الكودفار الكودفار عندهم قوية جدا وعندهم طرفين بلعب زي ما تكلمنا في الأول بيقدر يوصلوا في أجزاء أو سنة يعني مش بنتكلم لهم سرعة لا ده هما طيارات بلغة كور هما سرعة جدا بس احنا بنتكلم اللي انت عندك كوت منتخب مصر شخصية منتخب مصر تراجل اللي بتلعب واخد طولة أفريكا سبع مرات فهم عمليلك حساب بردك فهيبقى المطش قوي جدا بس احنا بنتكلم على التقفيل التاكتك جوا ملعب زي ما قلنا ثلاثة اللي عاو في نص ملعب كان حمدي فتحي أو النني أو عمر السلية بس فيه ناس كتير شايفين الفترة فادت بالطالب اللي هو من لني بقاش موجود وكده بس مفيش وقت لتغيير تاني حاجة انت تغيير في نص ملعب ما فيش حد هيقدر يقوم بالمهام اللي هي موجودة دي نوعا ما فالثلاثة دول هيفلوك في نص ملعب عندك اني حد تاني نجينا نتكلم قدام انا شايف ايمان اشرف غير بالفتوح اما فتوح راجل لعيب مميز بس جاية من اصابة واحنا بنلعب في أفريكا فيه رطوبة فيه الملعب بقى تقيل شوية هتلاقي الدنيا مختلفة لسه العنصر البدني بتاعه مش مكتمل نوعا ما عشان بقى له فترة ما اشتغلش مصاب فايمان اشرف هو حت ريه المطش ده عايزه عشان هو قوي بالتحاماته قوية بقدر يعمل السهل ما بيتقدمش كتير فده يقفلك نوعا لو هتحطه قدام ايمان اشرف انا حطيت ايمان اشرف حت ريه هتحطه قدام مثلا زيزو او رمضان صبحي بس انا شايف زيزو هو الاجهز الفترة دي عشان رمضان بقى له فترة ما بيشاركش زيزو يقدر يسحب لك رحيت تاريه وايمن اشرف حفيل لك وره بشكل مميز انها حت انا صلاح هيبقى تحتيه عمر كمال عبدالواحد انا شايف كمال عبدالواحد يبقى عنده انت لك في عمر لا انا شايف في مركز الباكرايت انا شايف من ده ده من دين الناس اللي هي يعني ازبطت وجودها لفترة الفترة عشان كنا بقول لك كروش في الكاس العرب طبق سياسته على ناس ونفس سنة طيب انت مش عليان على عمر في مبارات كوديفور السرعات لا بالعكس انا لانه حالة واحدة بس لو هو بتلا يزيد بشكل بشكل مبالغ فيه يعني انت في مطش الفات كنا بتكلم عن السودان واحترامنا منتخب السودان بس ما عندهش انياب حقية ما عندهش السرع كان عندهم واحد بس اللي هو راجل الرأس عربة اللي هو الاصمر اللي كان بيجي من تحت ده هو اللي كان سريع شوية ده اللي كان موجود احنا بنتكلم على مش كل شوية نطلع الفاتي هو عمر كمال عبدالرح باخد اللي هو عشان هو عنده عنصر اللجوم يموية شوية فياخده كل شوية يطلع 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 لا انت خلا بلاك الوقت في المطش ده هيبقى بحدود هتقدر توفض اطلع بشكل معين اطلع واحدة ولا اتنين في المطش كله اطلع ثلاث مرات ويبقى ليك استمرار كتير عشان انت عندك لو طلعت الهاف الموجود مكانك هيعملك خطورة هيكشف لك الدنيا كلها فعشان كنا هيبقى الطلوع بعقل فعمر من دين الافراز الموجود في مطلع الكاس العربي اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه لو انت كانت البطولة دي جاهز ناس موازم طيب متفائل متطمن على منتخبنا الوطني ولا الان بصراحة والله احنا لا تكون عندنا تفائل يعني بس احنا بنتكلم المطشيلي اللي فات هيش مقياس بس احنا بنتكلم على ده اتحس النعمة يعني بنتكلم مش هو الخصم اللي بنتكلم عليه يعني معلش غنية استوائية او غنية بيساو او السوداء او السودان مش اللي هم الخصم اللي هو يخوفك بس احنا بنتكلم في اداء يعني نوعا ما السكة برضك اتخرب لك الفوز بيجيب سكة فالفوز ده طبعا ادانا اريحية شوية ماتش منتخب السودان برضك نوعا ما احنا حسن اداء شوية فاحنا بنتكلم احنا متفائلين بس احنا بنتكلم على كروش ياريت يبقى خلينا زي ما احنا بشي يعني ياريت يبقى واحدة واحدة استشير الناس للمجهاز الفني المعال الموجود اكيد انت معك جهاز الفني اكيد هيقول لك الصح مش مش موجود انا جاي بفترة معينا شهر ولا شهرين هو اقدر اضرب بالعصار السحرية بس لازم اسمع يعني اسمع بس اشوف وجهة نظري بس اسمع الصح وامتالي هو لما سمع الناس اللي موجودين معا الدنيا اختلفت تكير سمع؟ امتالي سمع طبعا اكيد ما انت خلي بالك هو مين اللي عرف المحمد صلاح بيلاع في حت ريما بيطلعش مين اللي معرف مصطفى محمد بيلاعب راس حربة ما اكيد هو شايف ما هو خلي بالك انا جاي عايز اعمل حاجة جديدة بس الدنيا اتقلبت الموضوع اختلف واللعيبة مش هي الامكانات اللعيبة يعني هو مصطفى بوكس يعني هو راجل تاع بوكس راس حربة ماينفعش اللي عنده السرعات يلعب على هاف رايت او هاف ليفت اللي عنده السرعات دي خلي بالك فيه اثنين محمد شريف يعمل لك اللي هو يلعب على الطرف ويلعب راس حربة عشان محمد شريف سريع وعنده المهارة ويقدر يشتغل في الحيطة دي اما المصطفى ده راس حربة بوكس بس فماينفعش انا احط هاف رايت لو جرينا نتكلم عن ناحية تانية او التعديلات اللي انت اجبت مثلا محمد عمانيا محطيته في موضوع اولاني عشان اللعب الراجل اللي هو السيموني اللي هو راجل السريع جدا اللي بيلاع في فرنسا دوت عشان اعارف اتراك عليه كتير لا ده ما ينفعش انتخالي باك الفيك ده انتقى من زمان لا ده انا لو اجبت سير دي باك في الحتة ري والراجل اللي عنده التجربة ما عندهش تجربة دولية واقول ماتش يلعبها يبقى خايف فالولد نوع ما بقى يعني خدت سكة واحدة واحدة بس انت لما تحطه في الحتة ري ان كان عنده عمر احلى عمر احسن يعني هو في الحتة ري وعنده السرعة نوعا ما هيوقف شوية بس ما ينفعش احطره سير دي باك موضوع الانتهى من زمان يعني الافكار دي من زمان انتهت مش موجود لا خلاص بقى ايه رعك لو المنتخب لعب بما اننا احنا منتكلم على الباكات الباك رايت والباك ليفت مش موجودين بشكل كويس اه هو حظ وحش لهم اللي هسين مش موجودين اقول لهم اللعبش بتلاتة بتلاتة مضافعين والله اربعة اتلاتة في ناس خلي باك بالتلاتة اربعة اتلاتة اولا في ناس لابتك في تشيلز بيلعب بيلعب بالخطة بيعملها بيحط حمدي فتحه اللي هو بيقوم له من تحت اللي بيقدر يطلع له بالكرة بس انا بكلمك هو الهوية بتاعته او الشخصية بتاعته ايه انا بكلمك الفترة اللي فاتت احنا منتخب مصر كنت بكلم عليها في الاول وكذا من برنامج كلمت فيه الهوية بتاعتنا مش موجودة انت كنت مثلا الفرق بنتكلم عن كروش وكوبر اللي كوبر عنده سيستم في اللعب اللي هو ايه بغض نظر اه مش عاجبك بس انت فاهمه وغل تاني حاجة عارف امكانياته ايه يعني هو مثلا كنا بنتكلم على كوبر بنقول الاداء مفوش ااداء جمالي بس بيجيب اللي هو عايزه اللي هو مثلا بيلعب بتاعته بتاعته الكرة منص ملعب بتحطها لمحمد صلاح او تريزي جي بيعملوك الخطورة بيخلاص بتوصل صحيح لا احنا شايفين متخب مصر فترة اللي فاتت مفيش شكل تاكتك معين انت فاهمه اللي هو كل واحد يعني حسين اللي اي حد بيلحظه الشاطر اللي بيع فيها من حاجة بيعملها فدي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها لازم يكون انت مصر على الشكل بتاعك او الشخصية بتاعتك وتكمل عليها طريق وتكمل عليها لو شات نسبك ممكن تغير بالتأكيد كابتر رحمة ومسلم شرفتين والنورتين دايما بسعب بوجودك حقيقي بنا خليك انا سعيد مبسوط معاك وبتوفيق على طولة كريم اشكرك يا كابتر رحمة اشكرك شكرا جزيلا بعد الفاصل نستقبل كريم سعيد وامير عبد الحليم نتكلم اكتر عن مواجهة السنغال وايضا بالتأكيد مواجهة كوديفار يوم الاربع القادم ان شاء الله في كاس ومام الأفريقية خليكم معاك